التشارك، المقروض والقريوش وغيرها من الحالويات التقليدية المتوارثة التي لا تغيب عن مائدة أول أيام عيد الفطر المبارك لدى العائلات الغلزانية التشارك، المقروض، البحلاوة، وحبت الطابع هذه عندنا في الطابع نصنع المقروض، البحلاوة، التشارك هذا كلنا نصنعهم الملدي لا نشرهم إلا عند بديش كشابين، ما شاء الله الله يبارك الهلاوة والمقروض، غريوش وما تبقى أنواع هذه الأطلاع والألوان تحاول تدير بها تجميل الطابق الحلوة التقليدية هي الأسس وما تبقى يكون رتوشة فوق الطابقة الحلوة فهي من الحالويات التي يزاد عليها الطلب في العشر الأواخر من شهر رمضة والتي تعمل على توفيرها محلات بيع الحالويات مع عدة أنواع جديدة من الحلويات العصرية كما يكون لدينا المقراض والتشارك، وهذه الأسوال التي لدينا نحن، عبدالاً، ما قدرنا لدينا شيء، لدينا نشره ونرى زمن لدينا لدينا شباب كما نحن هذا المحل لدينا معروف، يصنع حاجة شابة كان لدينا تقليدي، خطوش، ما تكشي سغن عليه نحن نسيون، وكان لدينا لدينا الحلوية العصرية، وكان لدينا خالد من بيناتهم ونحن نسيون الفرقة للأنواع الحلوية في المحل وكان الحلوية تعلوس، كان حلوية العصرية بزاك، كان كما الموديل هي حلويات تقليدية لا زالت تفرض وجودها على مائدة عيد الفطر المبارك كمورث للعائلات الغلزانية التي لا تتخلى عنها رغم تنوع الحلويات العصرية